السلام عليكم وعاكم واني سعد الرحمن خميس وانكمل مع بعض الحلقة رقم 24 من سلسلة كل يوم صفحتين خلينا كده نشوف المسال رقم 4 لقليل دلوقتي في القرية الهربية الموضحة بالشكل بيقول لي انا عايز فرق الجهد بين النقطتين ايه وبيه زي ما وضحنا في حلقة آآ 23 ان احنا عشان نجيب اولا جهد نقطة مجهولة بدلالة نقطة معلومة لازم الاول يكون عندنا فرق الجهد بين النقطتين دول وعشان نجيب فرق الجهد بين النقطتين فانا الاول لازم اجيب الطيار اللي في المسارات دي الحاجة او الطريقة اللي احنا اعتمدناها في مساء الفرق الجهد فهو هنا عايز فرق الجهد بين ايه وبيه وبقى انا الاول لازم اجيب طيار المسارات صح كده طيب تعال نشوف كده المسارات اللي عندي اولا المسار ده من هنا الهنا الطيار فيه بصفر يعني وي كأن المسار ده مش موجود معايا وانا عندي المسار ده بس فطبعا بما ان ده مش معايا فده يعتبر مصار واحد يعني اللي ماشي هنا ده طيار واحد يعني نقدر نطبق هنا قانون قوم للدوائر المغلقة طالما هو مصار واحد فقانون قوم للدوائر المغلقة اي بيساوي اللي في باتريك كلية طبعا الستة والاتنين دول البطاريتين دول في اتجاه واحد يعني هجمع البطاريتين ستة واتنين تمانية على المقاومة المكافئة واحد وواحد يبقى هنا كان اتنين تمانية على اتنين فيها الاربع امبير. يبقى اعتبرت ده مصار واحد قانون ام للدوار المغلقة لان اتطير هنا بصفر فالفرع ده او الجزء ده لكنه مش معين. طيب انا عايز اجيب فرق جهد بين اي وبي يبقى انا لازم اعزل الجزء بتاع اي وبي عن بقية الدائرة. يعني انا هعمل ايه? هحط النقطة ايه? وادي البطارية اربعة فولت. وادي المقاومة اللي هي نص اوم. وانزل تحت كده في بطارية بستة فولت. وفي مقاومة بواحد اوم. وعندي هنا ادي النقطة بي. طيب واحد يقولي طب اشمعنا خدت المصار اللي تحت ده من ايه اللي بي يعمل اخد المصار الفوق? والله ما هتفرق هتطلع نفس الناتق. خلاص? آآ بس هي الفكرة كلها ايه? الفكرة كلها ان انت تاخد مصار آآ كامل او توصل مصار كامل من النقطة ايه اللي بي? فممكن تجيبه من تحت كده او ممكن تجيبه من فوق هيطلع صح. المهم انا خدت الجزء اللي تحت يعني. واروح قافل بفولتاميتر زي ما عملنا في الحلقة اللي فاتت من ايه وبيه. وحط بقى كنشوف التاني زي ما انت عارف اسهم على البطارات من السالب للموجب وهنا من السالب للموجب. بعدين بافرد مصارات يا مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. انا هفرضها هنا عكس عقارب الساعة. واكتب القانون سيجمال في باتري بيساوي سيجمال الايفل ار طبعا. البطارية اربعة فولت دي معنا مصار يبقى اربعة والستة دي عكس المصار يبقى سهل بستة في بطارية تانية لأ ما فيش بطاريات تانية في المصار يعني خش على الطيار. طب احنا لسا نطلعين الطيار هنا من شوية بكم? باربعة امبير. طب والطيار هنا بكم? بصفر. طبعا الطيار هنا بصفر صفر في اي مقاومة يبقى صفر يعني حتة دي كلها مش اخد منها حاجة في الاي والار لان الطيار بصفر صفر في اي مقاومة بصفر. اما دي هاخد منها لان الطيار اللي ماشي هنا اربعة امبير فاربعة في واحد بكم? باربعة. ودي عكس المصاري. الاربعة دي عكس المصاري. يبقى اربعة في واحد دي باربعة. بس دي عكس المصاري. يبقى هنقول سالب الاربعة. ناقص مين? ناقص الفي اللي انا عايزه اصلا. يبقى زائد الفي. يبقى هنا هنقول. اربعة ناقص ستة. اللي هي سالب الاتنين. ودي السالب اربعة دي يبقى اشارة خلفها تبقى موجة باربعة يعني البي دي بيساوي اتنين فولت يبقى الاجابة الصح اتنين فولت يعني الاجابة الصح الف. المسال اللي بعده بيقول الشكل مقابل ممثل جزء من دقائرة كهربية فاذا كان فرق الجهد بين اي و بي بيساوي ستتاشر فولت اللي هو في اي ناقص في بي فعايز شدة الطائرة. خلا باك المسألة دي تختلف عن المسألة اللي فاتت. ان المسألة اللي فاتت كان آآ بيديك الطيارات او انت بتجيب الطيارات بعد كده بتجيب فرق الجهد. لأ هنا مديك فرق الجهد جاهز وبيقولك هاتمنه الطيارات. طالما مديك فرق الجهد جاهز في يعني خلينا آآ يعني ناخد النقطتين اي و بي. ناخد مصار كده من اي البي ونزلوا عن بقية الدايرة زي ما احنا تعودنا في الحلقة اللي فاتت كده. فناخد مسلا الاربعة اوم دي كده. بدءا من النقطة ايه? ماشي فيها اي واحد. بعد كده هناخد المصار اللي تحت اللي هو الاتنين اوم اللي ماشي فيه اي واحد زي الاي اتنين. وناخد التلاتة فولت. والمقاومة اللي هي باربعة اوم. واللي ماشي فيها طبعا طيار اللي هو اي واحد. ماجيش بقى حد يقول ليه ما خدتش المصار اللي فوق ما احنا قلنا مش هتفرق. المهم ان انت توصل مصار كامل او مصار آآ يعني آآ كامل من ايه اللي بيه من تحت بقى او من فوق مش هتفرق حاجة. فانا خدت من المصار اللي تحت ده. وقفلت بفولتابيتر زي ما عملت في الحلقة اللي فاتت بالزبط. وقسوا مع البطاريات من السالب للموجب وكنشوف في التاني زي ما احنا ايه متعودين. وافرض المصار مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة مش هتفرق في اي حاجة. المهم نحط القانون سجما في باتري سجما اي فو ار. هل في بطاريات في المصار ده? آآ البطارية تلاتة ساهمها مع او العكس المصار مع المصار يبقى موجب تلاتة. هل في بطارية اي تانية خالص في الدائرة? لأ ما فيش في المصار ده. فنخش على اي فار. الاي واحد دي مع او العكس المصار مع? لازي في wir مقاومة كام اربعة? يبقى اربعة اي واحد. ماشي طب الطيار ده مع كان كده عشان تعرف؟ آآ. مع المصار. لازي في مقاومة كان بتنين. يبقى زائد اتنين افتح قوس اي واحد زاد اي اتنين. طب الطيار اي واحد ده مع ولاعكس المصار براس اللي هالفلتاميتر ده ما حسوب عليك مهما بدي을 قيمته ليه يعني بكان بقى بسالب ستاشر. طب ليه بسالب ستاشر? لان هو قال لك من ايه لبي? بي ايه ناص في بي? يعني الاكبر في الجهد ايه والاصغر في الجهد بي? يعني الطيار بيتحرك من ايه لبي? او السهم يعني اللي ماشي في الفلتاميتر من ايه لبي? والسهم ده اكس المصار يبقى سالب ستاشر. طبعا انا رتب الجزء ده احسن من كده شوية او المعدلة دي احسن من كده شوية. فنقول تلاتة سالب ستاشر ونديها موجب ستاشر يبقى تسعتاشر آآ اربعة اي واحد زائد دي اتنين اي واحد زائد الاتنين اي اتنين بنوزع زائد اربعة اي واحد فهنقول هنا اربعة اي واحد واتنين اي واحد واربعة اي واحد يعني عشر اي واحد وهنا زائد اتنين اي اتنين زي ما هي كل ده بيساوي تسعتاشر هنقول دي المعادلة رقم واحد معادلة في مجهولين ده بالمعادلة التانية اجيبها من اين هو قريضي فرض لك هنا اصلا ساهم عكس عقارب الساعة يعني اكن بيغششك وقولك اعمل كرشوف التاني هنا وطلع منه المعادلة التانية. طيب. اه انا بس عشان اه فيش اخبطة على الرسمة انا هطلعها برة كده شوية. ادي تسعة بولت. وادي مقاومة هنا بواحد. وفي هنا اثنين اوم. طيار اللي ماشي هنا. اسمه اي اتنين. خدت بالك. والطيار اللي ماشي هنا اللي هو اي واحد زائد اي اتنين. وهو فرض لك المسار تمشيه عكس عقارب الساعة. خلاص اسمع كلامه مش زي ما هو قال بالزاعة. ماشي هنا اطلع طالك برة كده عشان تبقى واضح. هنطبق بقى سيجمال في باتري بيساوي سيجمال اي فو ار. ان احنا خلاص فرضنا المسار وحطينا ساهم من السالب للموجب. ده البطارية دي معاول لعكس المسار عكسي. بيساوي. هل في بطارية تانية? لأ ما فيش فخشقة على اي فو ار. دخلت زائد اي اتني. تعالى نزبطها احسن من كده شوية. اتنين اي واحد زي ما هي كده اتنين اي واحد. طب اتنين اي اتنين اي اتنين. وهنا عندي واحد اي اتنين يبقى تلاتة اي اتنين. بيساوي سالب تسعة. كده انا عندي معادتين في مجهولة. ومترتبين يعني اي واحد اي واحد هنا اي اتنين هنا في حد المطلق بعد يساوي هنا الحد المطلق بعد يساوي يعني مترتبين. فبالأهل الحسب بيموت خمسة واحد. هنقول ادي عشرة معامل اي واحد اتنين. بعد كده عندي هنا تساداشة. بعد كده عندي هنا المعادلة التانية اللي معاملها اتنين. تلاتة والحد المطلق اللي هو سالب تسعة. هيطلع قيمة اي واحد. باتنين تمانية وتمانين. وقيمة اي اتنين بسالب اربعة وتسعة من عشرة امبير. طب هو عايز مين اصلا? هو عايز الطيار اللي ماشي عبر المقاومة اتنين اوم. فالطيار اللي ماشي عبر المقاومة اتنين اوم اللي هو ايه? بص. مكتوب عنده اي واحد زائد اي اتنين. يعني هتجمع دي زائد دي. يبقى تقول سالب اربعة وتسعة زائد اتنين تمانية وتمانين من مية. هتطلع الاجابة اللي هي اتنين واثين من مية او سالب اتنين واثنين من مية. وطبعا اه دي مش موجودة فالاختيارات لان هنا في الاختيارات في غلطة بس ايه. وهو بيعمل في الجزقية دي في غلطة بسيطة في التعويض انا راياتها كذا مرة ففي غلطة بسيطة في التعويض فالدقاء hace صح مimerوها تبقى صالب اثنين واثنين من مية او قيمة الطيار يعني تبقى اثنين واثنين من مية. تمام? كده احنا خلصنا الحلقة بتاعت للنهاردة. كده لسه بقى الحلقة رقم اربعة للحلقة اخيرة ان شاء الله النهاردة يوم الخميس. هتبقى الحلقة رقم خمسة وعشرين بازن الله. شكرا. سلام عليكم.